أكثر من مليون صوت في اقتراع دشرين مهددة بالإلغاء بسبب ثغرة وقت إغلاق صناديق الانتخابات وهذه الأصوات التي قد تلغى تفوق أصوات الفائز الأول في الانتخابات ما يعني تغييرا في نحو سبعين مقعدا ويعتقد مرشحون فائزون في الانتخابات خارج الأحزاب والتحالفات السياسية أن إلغاء صناديق بسبب تجاوز وقت الإغلاق هو اغتيال لأصوات المستقلين وحتى الآن كشف عن عودة ثمانية مرشحين خاسرين إلى صفوف الفائزين في بابل وبغداد وكردستان بسبب مشكلة وقت إغلاق الصناديق ويتوقع أن يتصاعد عدد المنضمين إلى الفائزين في حال استمر إلغاء الصناديق المشكوك بأمرها رغم أن مشكلة توقيت الإغلاق كانت موجودة في انتخابات 2018 لكن حينها لم يثرها أحد وتواجه نتائج الانتخابات التي جرت قبل أكثر من شهر حملة انتقاد ورفض من قبل أغلب القوى السياسية الشيعية التي تطلق على نفسها اسم الإطار التنسيقي وبدأت هذه الجهات في الأسابيع الماضية بتصعيد مطالبتها من إجراء عد وفرز يدوي شامل إلى المطالبة بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات يقول مراقبون أن 18% من صناديق الاقتراع أغلقت بعد الساعة السادسة لكن هناك تعمدا في إلغاء أصوات المستقلين خصوصا وأن عدد صناديق الاقتراع في عموم العراق بلغت نحو 58 ألف صندوق ما يعني أن إلغاء الصناديق التي تجاوز وقت إغلاقها الساعة السادسة هي أكثر من عشرة آلاف صندوق وبحسب بيان سابق لمفوضية الانتخابات أن الحد الأعلى لكل صندوق 450 ورقة فيما يرجح أن عدد الأصوات في داخل تلك الصناديق المتهمة بالتلاعب قد يساوي نحو مليون وخمسمائة ألف صوت بمعدل 150 ورقة في كل محطة وهذه الأصوات تفوق ما حصل عليه التيار الصدري والذي جمع ثمانمائة ألف صوت وحصل على ثلاثة وسبعين مقعدا ترجمة نانسي قنقر